اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الأيكل أو في الشرب يعني فيه ناس بتصحوا الصبح بتبقى أول حاجة بيعملها بيقولك لازم مش ركوبات الشاي والصدر وفيه ناس تانية بتصحوا الصبح بيقولك لأ أنا طبق الفول على العربية والمخلل والشرب والحاجات دي وبيقولك هي دي كمان اللي هتنوض كورونا فإحنا النهاردة طبعا بنلاقي الموضوع ده بيسبب حاجات كتير طبعا أعرضها حضرتك هتقدر طبعا تفيدنا فيها فإيه رأيت كده لو نبتدي الكلام بقى أكتر حاجة لدرجة إن أنا بسمع أوات كتير يعني بقى أي حد يقول أي حاجة يقوله طب خلاص هتفور طب خلاص هت مسكد طب بص لو عندك سهيل هتكذا لو عندك إمساك هتكذا وبنغفل جانب كبير كنت حضرتك طبعا نوهت عنه قبل كده في كذا مرة موضوع التهابات المعدة طبعا التهابات المعدة دي من الأمراض الشائعة عند الشعب المصري ويعتبر زي مرض مزمن ده بيرجع لطبيعة الشعب المصري في العادات والتقاليد بتاعته زي ما حدرت نوهت من شباية على إن هو الصبح يفطر بطبق الفول والزيت الحر والبصل وعلى اعتقاد منه إن ده بيأول مناعة عنده أو إن هو الشطة يأكل كمية كبيرة جدا من الشطة طبيعة الأكل نفسها بتأثر كتير جدا طبعا إحنا مفروض الأكل الصحي إن هو يكون مسلوق ويكون مفهوش المسبكات مفهوش الدهون لا إحنا الشعب المصري لا يغبال عليه في المواضيع دي لازم تكون الأكل اللحمة ملبسة طبعا ده بيسبب التهابات عنيفة جدا بتكرارها بتبقى التهابات مزمنة في المعدة ناهيك عن إن الشعب المصري ولما يجي التهاب في معدته أكتر حاجة يطلع يجري عليها يروح يدور على مسكن النقطة المهمة اللي هو ما أعرفهاش إن المسكن أساسا بتزود التهابات المعدة وتضعف جدار المعدة وتزود الحموضة والتالي الالتهابات اللي هي كيف ممكن تبقى بسيطة وتتعالج بسهولة جدا تتحول ليه التهابات شديدة وقرحة المعدة نقطة مهمة جدا إن الجهاز الهضمي بتاعنا ده جهاز متشابك جدا مختلف عن بقية الأجهزة بمعنى إيه لو واحد عنده مشكلة في القلب حيشتكي بواجع في قلبه سدره نهجان هيروح يشتكي للدكتور الدكتور حيب بساطة أه لا يعمل رسمه قلب خذ العلاج ده أنت محتاج كذا محتاج كذا خلاص انتهت المشكلة دكتور لو بيبقى فيه تشارع غير جهاز الهضمي بالضبط بس يعني بلاحظ أن أوقات أعراض بتاعت سواءً القلب أو حكاية تخص مشاكل في المعدة بتتشابه مع بعض اه طبعا لو فرق بس بسيط نقدر نفرق بين ده وبين ده علشان بس الناس ما تتوهمش لو هلا مثلا أنه عنده أزمة قلبية يعني أنا سمعت قبل كده بصراحة يعني هي تجارب شبه شخصية إن الاتنين مشكلتهم بيبقى واجع في فم المعدة كلام ده صح؟ اه طبعا طبعا القلب في المنطقة موجود في منطقة الصدر وهي تشابك مع الجهاز الهضمي المعدة بالذات في المنطقة اللي هي بنسميها فم المعدة تمام فالمريض ممكن خاصة لو كبار سن ممكن يشتكي بواجع في فم المعدة الطبيب ممكن يتعامل معها لأنه التهابات معدة ويكتشف بعد كده إن دي بداية جلطة في القلب بعد الشر في الجزء السفلي للقلب لعدة القلب فلازم طبعا المريض لما يشتكي من أعراض متشابهة زي كده ألم في فم المعدة قيء ألم في الجنب المين من الصدر لازم يتوجه للطبيب المختص مش يتعناول الفوار أو المسكن زي ما حضرتك قلت من شوية تمام طب دكتورنا دب في حاجة تانية برضا عايزين نتكلم فيها لما حد بيجي زهع حد فيقوله إيه انت بص فأعتلي المرارة فاحنا عايزين نعرف بقى هل المرارة دي بتدفئع من الكلام اللي نرفز ولا هل هي برضو من عدد صحية أو الست المصرية بتفقع ملاية الراجل لا طبعا هي ملاش علاقة بقى الصريع بس هي الفكرة في إيه ان احيانا التوتر الشديد أو العصبية الزائدة لو المريض عنده التهابات في المعدة ممكن تعمل أو التهابات في المرارة ممكن تعمل على سوء الحالة أو ظهور الأعراض تمام فدأيما بمرتبط الارتباط شديد إن المشاهد أو المواطنة تتعرض لمؤثر عصبي سواء عصبية خناءة أو مشكلة أو مشاكل في الشغل أو البيت يبتدي تظهر الأعراض في الحموضة الزائدة تبتدي مشاكل الجهاز الهضمي تبدأ أصلا خاصة نقطة مهمة مرض مهمة جدا المعروف عندنا اللي هو القولون العصبي ده حاجة مهمة بتحصل مع التوتر ومع العصبية الشديدة من سماع بهي القولون بالضبط فإحنا عشان نفرق ما بينهم لازم في نوأة كتيرة وقامل بس منفرق ما بينهم عشان أنا عارف دايما المشاهدين بتاعنا بيبقوا ايه محضرين معهم ورعوا قلم ومستنين بقى رشتات الجليلة بتاعتنا دكتورنا طب لو في مشاكل تخص الحصوات المرارية هل يعني نسكت عليها وهل في علاج ممكن مثلا يعدي الموضوع نتعامل معاه مثلا زي حصوة كلا أو زي أي حاجة ممكن نتوهم أو نفتكر إن هو ممكن تعدي ولا لا طبعا لا طبعا التهابات المعدة ده مرض باطني إنما التهابات المرارة ده مرض جراحي يعني إيه بمعنى إن المريض لو جاله التهابات في المعدة كان زمان كنا نعمله عملية إن إحنا نقطع له العصب الحائل اللي هو بيزود الحموضة مسؤول عن الحموضة كنا نقطعه له أو يعني نقطعه جراحيا أو إن إحنا نعمله تحويل مصار الحاجات دي خلاص انقردت وما ينش نعملها إلا في الحالات الشريعة وباقت الأدوية زي مضادات الحموضة مضادات الهستاميل الحاجات دي باقت منتشرة وباقى فيها فاصل كتيرة وأنواع كتيرة التهابات المرارة للأسف ما ينفعش معها التعامل بالتدخل إلا بالتدخل إزاي بقى نفرق بينهم يعني أنا دلوقتي مثلا جالي ألم تمام؟ أو عصر هضم أو سواء نوعين المشاكل اللي هو الشائعين الأمساك أو الإسهال أنا بقى إزاي هنا أقدر أفرق إن ده التهاب في المعدة طبعا أكيد لازم أروح في أحصة طبي بس أنا لحد ما أروح تمام؟ عشان ما أدخلش بقى في كونسولتو شامل والكلام اللي هو الجميل ده كله اللي كلنا بيكسل لما بيسمع سيرته إزاي أقدر أفرق بين التهابات المعدة والمشاكل اللي هي بتاعت المرارة التهابات المعدة متشابهة الأعراض التي تعيتها متشابهة مع التهابات المرارة وحصوات المرارة تمام؟ الفروقات بتبع حاجات بسيطة جدا للأسف الأعراض هي نفس أعراض التهابات المعدة هي نفس أعراض التهابات المرارة تمام؟ ممكن المريض يشتكي من ألم شديد في المعدة في فم المعدة بس المرارة ممكن يشتكي بألم في فم المعدة زائد الجنب اليمين من الصدر فيه المريض المرارة ممكن يحس بمرارة في بقه نفس الأعراض مأهودة عند التهاب المعدة هل ممكن تعمل شحوب في الوجه مثلا أو أصفرار في العين زي أعراض الصفرة؟ في التهابات المرارة لما يحصل مضاعفات لها زي التهاب الحد في المرارة ده يبلتهاب شديد جدا ممكن يصحبه سخنية ارتفاع شديد في درجة الحرارة ممكن توصل تقليل وثلاثين درجة دي بيستلزم الدخول المستشفى والعلاج متحصلش في التهابات المعدة أحيانا بيحصل مضاعفات للمرارة إن فيه حصوة بتنزل من المرارة وتنزل فيه القناة المرارية وتعامل حاجة اسمها انسداد سفرار أو انسداد في القناة المرارية فبالتالي يحصل اسفرار في الجسم هو ألم شديد جدا عشان نفرق بين ده وده وده حاجة بسيطة جدا هو مشكلة المريض أو مواطن المصري إنه هو دكتور نفسه لمعنى أنه جاله ألم في جنب اليمين أو في صدره أو في فم المعدة يطلع يجري ياخد مسكن وده يسيء الأعراض وبالعكس ممكن بيعمل حاجة اسمها أنه هو يغطي على الألم ويضيع الألم بس الالتهاب مستمع زي كانت مشهورة كان دايما حتى بدون ذكر مسميات يعني للحاجات مواد أو كده بدون ذكر مسميات تجرية كان يقولك هات دوا بيض هما مسميين اللي هو الفوار مسميينه دوا بيض يقولك هات دوا بيض واشربه وحتبقى زي الفل هو بيعمل على تسكين الآلم والراحة بسفة مؤقتة بس الآلم زي ما هي تبقى تفضل مستمرة والتهابات مستمرة تمام بنقدر المريض يقدر يفرق ما منهم لا هو مش دور المريض أنه هو يفرق ما منهم لأن عشان إحنا بنوجه النقطة بنوجه معلومة دي للمشاهدين أن ما ينفعش أن أنت اللي يتفرق ما منهم الطبيب المختص هو اللي يتفرق ما منهم فلازم تتوجه لطبيب الباطنة على الأقل هو اللي حيطلب لك يا إما من ظهر معدى لو الأعراض شديدة في التهابات المعدة وهو مشتبه التهابات معدى يا إما يطلب موجات صوتية وساعتها بيبان لو فيه التهابات في القولون لو فيه حصابات في المرارة لو فيه انسداد صفراوي لقدر الله زي كمضاعفة لوجود الحصابات في المرارة ساعتها نقدر نفرق بينما أنت للأسف أيها المواطن المصري وقدرش العالج نفسك وقدرش شخص نفسك لو لقدر الله حد عنده مشكلة تخص المرارة دي أو فيه انسداد أو كلامنا كله يقدر يعني يقدر احنا عارفين طبعا الظروف الحالية أغلبنا بيحاول أنه يقول لا أنا مش هروح مثلا إلى المستشفى حاليا أو مش هروح كده حضرتك مثلا في التأدير أقصى تأدير ممكن يععد مثلا على مسكنات أو على الأدوية فترة قدقي طبعا من هو المفروض بيمشي على فترة كورس علاج مضاد دحاوي لمدة أسبوع حاجة للالتهابات وحاجة للموضة مسكنا للألم لو فعلا تأكد التشخيص أنه كان مرارة بمعنى أن المريض كان عمل موجات صوتية قبل كده وطلع فيه حصابات في المرارة ساحية هيكون مسموح لي أنه ياخد المسكنا إنما لو التهابات ما ده ما ينفعش طبعا ياخد المسكنا المسكنا نسي الالتهابات دي تمام دكتورنا احنا داخلين على كمان كم يوم شم النسي وبصراحة معمول بيتي والملوحة والسردين ومجهزين بقى لإيه بيقولك أهم حاجة اللمون اللمون بيطهر أي حاجة تمام والمشكلة إن إحنا بعدها بكام يوم داخل علينا شهر رمضان الكريم قبل ما ندخل لموضوع إن إزاي نقاوي المناعة بتاعتنا وده اللي حنقوله بعد كده بعد ما اتعقدت يعني الجزئية دي قلنا الفسيخ اللمون بيخلص لا طبعا ولا البصل حتى لا طبعا هو من عادات تحت الشعب المصري في شام النسيم إن هو يا إما في سيخ يا إما بيط والاتنين أهنخ من بعض طبعا الخاصة اللي هو المريض نفسه ويشتكي من القولون العصبي نصحتي للشعب المصري مش بقولك ما تمنحش ما تحرمش نفسك أهلنا طبعا ده أهلنا كلها ما تحرمش نفسك بس على الأقل حافظ كل كميات معقولة السن الكبير لو عندك ضغطة أو سكر حافظ على الضغط والسكر بتاعك بالضبط البصل كويس اللمون كويس بس اشرب مية كميات كبيرة حاول ابعد عن الشطة والمسبكات في اليوم ده يعني مش لو معمول بيتي لو معمول بيتي مية السودة ما تضيعش كلاما كله بردو لا طبعا يعني اللمون ولو مية السودة هي الحاجات دي بتساعد حاجة فوقاتها بس بس طبعا مش هي الأساسي بس مش هقدر أقول الأهلين ما تقولش فيه 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 بس على الآل كل كميات بسيطة اتبع للعادات السليمة ان انت ما تشربش مية معاه ولا مية بعدين بشاطن ما تكلوش وتنام الحاجات دي فعلا هتفرق يعني قبات الشاي بت لا قبات الشاي بتحبس طيب دكتور دا يلا بقى معادة الرشدة بتاعتنا ننزل كده بالرشدة بتاعتنا ازاي نقوي مناعتنا احنا في الفترة دي خصوصا ان اغلبنا دلوقتي يبتدى ينزل شغله وابتدى يتحرك كتير وازاي نقوي مناعت اطفالنا طبعا الفيروس الكورونا منتشر الفترة دي فاحنا لازم نحازر جدا نتبع التعليمات اللي هي وزارة الصحة بتقول عليها زي البعد في المسافات ما ننزلش دينا ومناخرنا وما ننزلش لي فترات طويلة في الشارع نلتزم بتعليمات الحظر نلتزم بتعليمات الصحية من غسيل الايد بالماء والصابون والتطهير بالكحول بالنسبة لأطفالنا طبعا ممنوع تماما أطفال وكبار السن ان هم ينزلوا الشارع الا للضرورة القصوى يعني لو قدر له مريض انما اي نزول للمريض للطفل أو كبار السن يعني العيان مش لو صدعتنا نزلهم يلعبوا في الشارع لا طبعا والتعب ما بيجيش للألسة احنا الحمد لله كأشخاص كبيرة عندنا مناعة كويسة دول أكتر ناس معرضة للتعرض للفيروس ان هم يلقطوا الفيروس بسهولة جدا خاصة للأطفال ما تقدرش تتحكم فيهم انه يده طبعا مش نضيفة يمسك وشه يلعب مع طفل تاني حط يده في بقه مش هتحكم فيه السن الكبير طبعا المناعة بتاعته ضعيفة وبيبقى عنده الأمراض المزمنة زي السكر والضغط والتهبات المرارة والمعدة فبالتالي المناعة بتاعته بتاعته ضعيفة جدا انه هو يقدر يقاوم أي مرض دكتورنا نصيحة كده لمرض السمنة نصيحة كده منك لمرض السمنة خصوصا من حداك متخصص في الجزئية لتخص الكبد وبنسمع ناس كتير بتشتكي من حاجة اسمها دهون على الكبد فنصيحة كده مختصرة بنقول لأهالينا اللي عندهم مشاكل في السمنة لو سمحت خص مش هقول غير كده خصا انت الفيساسان ده عشان تخص محتاج إرادة أنا طبعا بشتغل عمليات السمنة بس أنا ما بنصحش بعمليات السمنة ليه؟ دي محتاجة إرادتك أنت قبل ما نساعدك ساعد نفسك طبعا دكتور محمد نورت الدنيا كلها ونورت الستوديو الجديد بتاعنا ونتمنى كده ان حضرتك توعدنا انك تشرف نورنا تانية شاء الله فهد حبيبنا المشاهدين حبيب بيسعد قلبك مع الشازلي أنا كمان من موقع من هنا بقولك من بعد الحزر أنت زهقان أنت مشجعان نطلع فاصل ونرجع لبعض تاني